بعد تسعة أعوام من النضال المسلح الذي قاده البارزان الخالد وهو على رأس الحزب الديمقراطي الكردستاني في ثورة أيلول عام 1961 نجح فيه أبطال الفيشمركة من تحقيق انتصارات كبيرة على الساحة السياسية والعسكرية إثر توجيهه ضربات مجعة للأنظمة العراقية المتعاقبة بين الفترة من عام 1961 وحتى عام 1970 تم فيها تكبيد القوات الغازية للكردستان خسائر كبيرة الأمر الذي أجبر حكومة أحمد حسن البكر آنذاك على التنازل عن عنجهيتها وطلبت التفاوض مع القيادة السياسية لثورة أيلول اتضح فيما بعد أنها كانت لكسب الوقت بهدف رسم مؤامرة دولية بقيادة الجزائر لضرب ثورة أيلول وأبطالها هناك حقيقة تاريخية تتمثل بالصراع العراقي الإيراني حول رسم الحدود بين البلدين التي تسببت في إثارة الكثير من النزاعات في تاريخ العراق هناك حقيقة تاريخية تتمثل بالصراع العراقي الإيراني حول ترسيم الحدود بين البلدين التي تسببت في إثارة الكثير من النزاعات في تاريخ العراق ففي عام 1937 عندما كان العراق تحت الهيمنة البريطانية تم توقيع اتفاقية تعتبر أن نقطة معينة في شط العرب غير خط القعر هي الحدود البحرية بين العراق وإيران لكن الحكومات المتلاحقة في إيران رفضت هذا الترسيم الحدودي واعتبرته صنيعة استعمارية واعتبرت إيران نقطة خط القعر في شط العرب التي كان متفقا عليها عام 1913 بين إيران والعثمانيين بمثابة الحدود الرسمية ونقطة خط القعر هي النقطة التي يكون الشط فيها بأشد حالات انحداره في عام 1969 بلغ العراق الحكومة الإيرانية رسميا أن شط العرب بالكامل هو مياه عراقية ولم تعترف بفكرة خط القعر وهو الأمر الذي رفضه شاه إيران محمد رضا بهلوي الذي قرر دعم ثورة أيلول في كردستان في عام 1975 ولغرض إخماد الثورة بقيادة خالد البارزاني قام العراق بتوقيع اتفاقية الجزائر مع إيران برعاية الرئيس الجزائري هواري بوميديان وأشرف عليها وزير الخارجي آنذاك عبدالعزيز بوتفليقة تم الاتفاق بين العراق وإيران في السادس من آذار على نقطة خط القعر كحدود بين الدولتين هذا إلى جانب تخلي العراق عن أزائم من أراضيه لصالح إيران مقابل تخلي إيران عن دعم أبطال ثورة أيلول بقيادة البارزاني الخالد ولكن العراق مزق هذه الاتفاقية في عام 1980 وبدأت حرب الخليج الأولى والتي راح ضحيتها أكثر من مليوني إنسان بين الجانبين ناهيكا عن الخسائر المادية التي تسببت لاحقا في غزو العراق لدولة عربية جار له ونجم عنه تغيير الخرطة السياسية للمنطقة ودخول القوات الأجنبية في المنطقة وبحسب محللين سياسيين فإن غطرست النظام البائد وتكبره أمام القضية الكردستانية قادته إلى انهياره إذ كان الأولى به حل القضية الداخلية عوضا عن التنازل عن سيادة أراضيه ومياهه لإيران ترجمة نانسي قنقر